السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أمميون لتفسير الأحلام بشكر جدا 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 كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا 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 كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحباتي في الله يريد تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية تفسير رؤية الفواكه في المنام للبنت العزباء على متدول ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله وياريت كمان يا أصدقائي ياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو النهاردة لما هنتكلم عن رؤية الفواكه للبنت العزباء بتدل على إيه؟ بتدل على حاجات كميلة جداً ليها؟ بتدل على الخير؟ بتدل على الرزق؟ بتدل على صلاح الأحوال ليها؟ بتدل على النعم اللي هي هتستنفع بيها في الفترة القادمة لها ويكون عندها نعم كثيرة جدا بأمر الله تعالى رؤية الفواكه للبنت العزباء بتدل على الزواج وبتدل على الزواج من شخص بأمر الله تعالى مناسب لها أكلها للفواكه ده دليل على أنها سوف تمتلك صروة كبيرة أنا شايفة أن هي أمامها فواكه كثيرة ده دليل على الامتلاك لصروة كبيرة جدا بأمر الله تعالى ورزق واسع جدا وبيضل كمان أيضا على التغيرات الإيجابية في حياتها لما تشوف نفسها نهاية بتأكل الفواكه رؤيتها للفواكه أو أكلها للفواكه الغير صالحة أو الفاسدة لما تشوف نفسها نهاية بتأكلها هنا لما تشوف نفسها بتأكلها وكانت غير صالحة أو فاسدة ده دليل على الخسارة في الأموال والله أعلى وأعلم رؤية الفواكه لها لما تشوف أن الفواكه أوراقها خضراء وأمامها طبق من الفواكه والفواكه هنا أوراقها فيها أوراق خضراء دليل على المستقبل بأمر الله تعالى مليء عندها بالإيجابيات في حياتها وكمان هتحقق أهداف لها كثيرة جدا بأمر الله تعالى كمان رؤية الفواكه لها بتدل على سماع الأخبار القصارة للبنت العزباء زي مثلا ممكن يكون فيه خطوبة أو زواج ممكن كمان لو كانت هي طالبة في العلم والدراسة والدراسة ده دليل على النجاح لها والتفوق وكمان دليل على التقدم في طلب العلم لها بأمر الله تعالى كمان رؤيتها أن هي بتقدم طبق من الفواكه لمجموعة من الأشخاص سواء أن هي عرفاهم أو أن هي مش عرفاهم ده دليل على بأمر الله تعالى رؤية تقديم أو تقديم الأطباق فيها فواكه ده دليل على أن هي بأمر الله تعالى سوف ترتبط بشخص بأمر الله صالح وأنه هو شخص على خلق وإنسان كمان حالته المادية بأمر الله ميسورة الحال وأنه شخص حسن السمعة والأخلق بأمر الله تعالى رؤيتها للعكس تماما أن هي بتقدم الأطباق المليئة بالفواكه الفسادة أو الغير طازجة ده دليل على أن في هنا شخص هيتقدم لها بس الشخص دوة سي السمعة وسي الأخلاق عليها أن هي لما تشوف هذه الرؤية تبتعد عن الشخص اللي هو بيريد تزواج منها لأن دوة هنا في الحالة دي تفسيرها أن في شخص هيجي تقدم لها بس لو كانت بتقدم الفواكه غير طازجة أو غير نوضجة فسادة يبقى هي عليها أن هي تتوخى الحذر من هذه الرؤية لأنها رؤية تحذيرية بتحذرها أن في شخص سي السمعة هيجي لها عليها الابتعاد عن هذا الشخص والله أعلى وأعلم كمان رؤيتها للفواكه وأن هي بتغسلها وبتقوم بغسلها هنا دليل على زوال المشاكل والهموم والمتعب والصعوبات اللي هي كانت بتعاني منها في الفترة السابقة لها وأن يجأي الفترة القادمة لها بأمر لا يتبع فيه تغيير إيجابي في حياتها وعندها استقرر النفس في الفترة القادمة لها وقدوم الخير وبأمر لا تعالى رؤية الفواكه للبنت العزباء من رؤيات الجميلة جدا المحمودة لها لما تشوفها تستبشر بها خير لأنها بتدل على المنافع بتدل على النجاح بتدل على سماع الأخبار السارة بتدل على صلاح الأحوال لها وكمان بتدل على صلاح الأحوال لها والعائلتها كمان بتدل بأمر لا تعالى أن هي سوف تنعم بنعم كثيرة بأمر لا تعالى دي كانت رؤية الفواكه للبنت العزباء بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا ياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو أي حد عنده استفسر عن أي حين ببعتولي في التعليقات وأنا إن شاء الله بإذن الله هرود دعني بشكركم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته